اللي هي نانو نايف ايه فكرتها و اي دورها نانو نايف فحنا درسناها في معهد الأورام بطريقتين بالطريقة اللي هي أثناء الجراحة لحقن أورام البانكرياس اللي هي قريبة من الشارين الأساسية للأمعاء وبطريقة أخرى بالحقن من غير جراحة اللي هي تحت الأشعة المقطعية وهي دي بتبقى في المراحل المتأخرة نسبيا من الأورام البانكرياس هو أورام البانكرياس برضو شوالناس تبعى عرفة من الأورام الخطيرة اللي الشفاء فيها قليل جدا أورام البانكرياس نسبة الشفاء فيها يعني فوق الـ 40% بالشارط الاكتشاف المبكر برضو وهي دي مشكلته انه في هيدن بلايس كده ومداري ما بيكتشفش بسهولة مبكرة ما بيكتشف بسهولة إنما فيه أنواع منهم بيكتشف بسهولة بظهور الصفرة على عين المريض فالمريض بيبقى يعني في مراحل مبكرة وممكن استقصال ونسبة الشفاء 40% إنما النسبة الأخرى اللي هي 60 بكلام عن نسبة الشفاء في الخمس سنين يعني بتبقى الأورام اللي هي محوطة الشرايين الأساسية للأمعاء اللي لا يمكن استغناء عنها فيها صعوبة فإذن بنحق النانونايف فهي استسخن المنطقة دي وتقدي على الوراء هي نوع من الشحنات الكهربائية دكتور طارق؟ نوع من الشحنات الكهربائية التسخينية اللي هي جي منها الـ راديو فريكنسي باردو هو تردد الحراري وتردد الحراري دا استخدم في كذا حاجة من حقن الكيماء الحراري لأورام الغشاء البريتوني إن هي بتزود الاستجابة بتاعت العلاج الكيمائي الحرارة نفسها هي فوق أربعين يعني خليط من عدة طرق عشان أخذ أفضل نتيجة بزبط وقيد البحث الغدل وقت النانونايف ما هيش وأي حاجة قيد البحث فهي برضو يعني بؤرة أمل لكل الناس بابا